إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا يا رعاكم الله أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر فلا يليق بمؤمنٍ عاقلٍ أن يركن إليها والدنيا حياتنا التي نعيش فيها سميت بذلك لسببين السبب الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها كما قال جل وعلا ولا الآخرة خيرٌ لك من الأولى والثاني أنها دنيئةٌ دنيئةٌ ليست بشيء بالنسبة للآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضِع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها رواه البخاري وموضِع السوط هو مكان العصى مكان العصى القصيرة القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ولذلك قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد هذه خمسة أوصافٍ كلها ليست بشيء لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد ومثلُ هذه الأشياء الخمسة كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباتُه ثم يهيجُ فتراه مصفرًّا ثم يكونُ حُطامًا أن يزولُ وينتهي هذه هي حقيقة الحياة الدنيا واعتبر يا عبد الله واعتبر ذلك في واقعك فكم من أناسٍ عشت معهم وعاشوا في هذه الدنيا عيشةً رضيَّة وفي رفاهيةٍ وأنسٍ وأولادٍ وزوجاتٍ وسيَّاراتٍ وعماراتٍ وبنايات ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس يعيشون فيها آمنين مطمئنين وكأنهم لم يستمتعوا فيها لحظةً من لحظات الدنيا هذه هي حياة الدنيا وإنما ضرب الله المثل ضرب الله المثل لألا نغترَّ بها ثم قال جل وعلا وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوان فأيُّ الدارين تريد يا عبد الله أتريد الدار التي فيها العذاب الشديد لمن آثَر الدنيا على الآخرة أم تريد المغفرة والرضوان لمن آثَر الآخرة على الدنيا أيها المسلمون إن العاقل البصير إذا قرأ القرآن وتبصَّر عرف هوان الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها مزرعةٌ للآخرة فانظر يا عبد الله فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك فإن كنت زرعت خيرًا فأبشر بالحصاد الذي يُرضيك وإن كان الأمر على خلاف ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة فلو كانت الدنيا تزِنُ عند الله جناح بعوضة ما سقَى فيها كافرًا شربة ماء ولو كانت الدنيا تزِنُ عند الله جناح بعوضة ما كان الفُقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء كما صحَّى بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فُقراء المهاجرين قبل أغنيائهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام لو كانت الدنيا تُساوي عند الله جناح بعوضة ما جاعَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الدنيا تزِنُ عند الله جناح بعوضة ما ضربَ الله الأمثال التي تُزهِّدُنا فيها وتُحذِّرُ من الرُّكون إليها كما سمعتم في الآية الآنفة الذكر ولقد ضربَ النبيُّ الكريم صلى الله عليه وسلم أمثالًا كثيرةً تدُلُّ على شدَّة هوان هذه الدنيا وحقارتها ودناءتها ومن ذلكم يا رعاكم الله حينما مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بالسوق فمرَّ بجديٍ أسكَّ ميت والجدي من صغار المعز فتناوله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه ثم قال والله لالدنيا أهوَنُ على الله من هذا عليكم رواه مسلم ولو كانت الدنيا تزِنُ عند الله جناح بعوضة لذهبت مع صاحبها بعد موته لأنه تعِب في جمعها وشقي في تحصيلها ولكنه يذهب يذهب عنها ويتركها كلها يقول النبيُّ الكريم صلى الله عليه وسلم يتبعُ الميت ثلاثة أهله ومالُه وعملُه فيرجِعُ إثنان ويبقى واحد يرجِعُ أهله ومالُه ويبقى عملُه رواه البخاري ومسلم ولو كانت الدنيا تزِنُ عند الله جناح بعوضة ما خاف النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُبسَطَ علينا حيثُ قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تُبسَطَ الدنيا عليكم كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهَلَكَتْهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ بارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَأَيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ فَاستَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمْ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ بَرُّ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه أما بعد فيا عباد الله إن سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الانفتاح وبسط الدنيا سبب خوفه صلى الله عليه وسلم هو التنافس من أجلها والانشغال بها ونسيان الآخرة لأن الانشغال بالدنيا سببٌ لفساد رابطة الأخوة الإيمانية وسببٌ للحسد والبغي وسببٌ لتضييع أوامر الله وسببٌ للإسراف والطغيان وسببٌ لتسلُّط الأعداء على أمة الإسلام معاشر المسلمين إن هذه الدنيا لها آثارٌ سيئةٌ على المرء وأثرها السيء ظاهرٌ وبينٌ وجلي على الصغار قبل الكبار تظهر آثار هذه الدنيا على صغارنا الأبرياء خصوصاً مع الانفتاح المنبهر الذي يعيشُه الناس اليوم حيث توافر لأبنائنا وبناتنا ما يُلهيهم ويشغل قلوبهم ويؤثِّر في سلوكياتهم من أجهزةٍ وآلياتٍ وألعابٍ عزلَت شعورهم وشغلَتهم عن القرآن والسُنَّة وملأت قلوبهم وحشةً فيما بينهم وبين الله وبين عباد الله وشتَّتَت علاقاتهم مع أهليهم وأرحامهم حتى صارت هذه الأجهزة الذكية وصارت هذه الألواح الألكترونية صارت شغلهم الشاغل بل صار عندهم من التشبُّع في المُتطلَّبات ما يُخيف العُقلاء حتى وصل الأمر يا عباد الله إلى أننا جعلنا صغارنا لا يُفرِّقون بين الحاجات والكماليات من النفقات التي لا داعي لها وهذا في الحقيقة جنايةٌ علينا وعليهم بدليل نفاذ المصاريف التي تكون بأيديهم في وقتٍ قصير لأنهم يتعاملون مع هذه الكماليات في حياتهم على أنها ضروريات بل أشدُّ من الضروريات وإذا مرَّ على الواحد منهم يومٌ لم يُشبِع رغبته منها شعر أنه محرومٌ فإن هذه الأجهزة يا عباد الله إدمانٌ وأيُّ إدمانٍ حيث يُدمنُ صغارنا على النظر فيها وتجلِبُ المشاكل والكآبة وهذه جنايةٌ على النشئ والشباب لأن هذه الأدوات وهذه الأجهزة سوف يتخرَّجُ بسببها شبابٌ لا يعرف كيف يعيشُ وكيف يحيَى دون رفاهيةٍ ودون كمالياتٍ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همِّنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تكلنا إلى أنفُسنا طرفة عين يا حيُّ يا قيُّوم اللهم لا تدع لنا ذنبًّا إلا غفرته ولا همَّا إلا فرَّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا عسيرًا إلا يسَّرته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تُشمِت بنا الأعداء والحاسدين اللهم أصلِح أحوال المسلمين أجمعين اللهم أصلِح أحوالهم حُكَّامًا ومحكومين اللهم وَلِّي على المسلمين خيارهم وكفهم شرَّ شرارهم اللهم أصلِح ديار المسلمين وأوطانهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لعدو الإسلام علينا منَّة اللهم لا تجعل لأعداء الإسلام منَّةً علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألِّف بين قلوب المؤمنين وأصلِح ذاتَ بينهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربَّونا صغارًا وارزُقنا برَّهم أحياءً وأمواتًا اللهم بلِّغنا رمضان وأعِنَّا على صيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكَّرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزِدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون